إلى ذلك عبر الشعب المصري عن رفضه الشديد لممارسات قطر السلبية في المنطقة ودعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مؤكداً دعمه للإجراءات التي اتخذتها مصر لحماية أمنها القومي ترفض مصر التدخل من الخارج في الشأن الداخلي المصري وهو ما أكدته على كافة الأصادات الرسمية والشعبية وصرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة في الرياضة وأكد أيضاً على ضرورة مواجهة الدول الداعمة للإرهاب نفس الأمر أكده وزير الخارجية سامح شكري للعديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الدول العربية الشقيقة بشأن الأزمة مع قطر الشارع المصري أكد أن نفضه للتدخل القطري في الشأن المصري أنا برفض تماماً تماماً تدخل القطري في شأن المصري أو في شأن أي دولة عربية تتمس بأمنها القومي التدخل القطري في أي شأن عربي ده حتى لو شأن المصري أي إن كان ده حاجة طبعاً ما تنفعش خالص ولا يجوز إن أصلاً أي دولة تدخل في شأن دولة تانية الدولة العربية كلها المفروض ترجع زي الأول ما فيش مشاكل ما بينهم مفروض يتحدوا وعدين قرار القطر أنها بالدعم الإرهاب وبالدعم الإرهاب في دول العالم وخصوصاً التدخل في أي دولة تانية ده حاجة أي مصري وأي عربي يرفضها طبعاً وسائل الإعلام المصرية أكدت رفضها أيضاً للتدخل القطري في الشأن المصري وأسهبت بتحليلاتها وعناوينها في هذا الإطار وأملت أن يعود الوئام العربي بين الدول العربية الشقيقة وأن توجه موارد دولة قطر لصالح المواطن القطري والمواطن العربي تظل مصر دائماً على موقفها الثابت الداعم لمواجهة الإرهاب على كافة المستويات وكذلك مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة شكراً للمشاهدة